بعض الصحف الأسبانية كانت بتقول أنه خلاص تقريبا ميسي متواجد في برشلونة لكن الخبر العاجل دلوقتي رسميا ليونيل ميسي ليس متواجد في برشلونة الموسم القادم ده كان خبر يمكن هيكون صادم لمحب برشلونة بشكل كبير جدا لأن كل التوقعات كانت قالت أن ميسي خلاص هيكون موجود في برشلونة أنهم يعملوا له عقد وخاصة زي ما احنا قلنا يمكن الشراقة ما بين رابطة اتحاد القرى الأسباني أو رابطة المحترفين في الليجة مع شركة استثمارية كبيرة من أمريكا ممكن كانت تساهل من هذه العملية لكن يعني ريال مدريد كمان رفض الاتفاقية ديت يعني احنا بنتكلم طبعا الليجة الأسبانية بتحول بقدر إمكان أنها تنعش الخزينة وتنعش الدور الأسباني بشكل كبير جدا لأن زي ما بقول لحضراتكم تداعي فيروس كورونا كان قوي جدا خاصة على الدور الأسباني ولكن دلوقتي كمان ريال مدريد بيعارض هذه الصفقة ما بين الليجة أو طبعا رابطة الكرة في أسبانيا أو الاتحاد الأسباني مع الشركة الأمريكية لكن الخبر كمان الصادم جدا هو عدم الاتفاق يمكن برشلونة أعلى رسميا عدم الاتفاق مع ميسي على التجديد لموسم آخر أو لعدة مواسم آخرى في برشلونة وزي ما حضراتكم عارفين أو ميسي قال كده ما بين قوسين أنه هو غير مقتنع بالمشروع اللي بيقدمه برشلونة خلال السنوات القادمة حضراتكم يمكن متابعين ميسي بشكل كبير جدا أنه كان يقول لو تقدم لي مشروع يعني أقتنع به من خلال مشروع لمدة أربع خمس سنين أشوف أن برشلونة هيكون يعني ينافس على البطولات بشكل كبير جدا ممكن أكون متواجد لكن النهاردة بيعلن برشلونة عدم الاتفاق مع ميسي على التجديد لموسم آخر أو خلاص رحيل ميسي عن برشلونة